بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تفسير صورة البقرة الدرس الثالث الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل الحديث إن شاء الله على الآيات من أول سورة البقرة المؤمن يخاف من الذنوب والمخالفات فيرى إذا أذنب ذنبا يخاف ويوجل كأن عنده جبل يخشى أن ينهد عليه فيبادر بالتوبة وأما المنافق فلا يهمها المعصية ولا المخالف بل يفتخر بذلك كأنه ذباب وقع عليه وطار ما صار شيء وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعون ثم بيّن سبحانه وتعالى السبب الذي حملهم على ذلك فقال في قلوبهم مرض السبب الذي حملهم على هذه المخادعة وهذا الكذب ما هو هو أن في قلوبهم مرض وهذا المرض هو الذي سبب لهم هذه الأعراض الخبيثة والمراد المرض المعنوي مرض معنوي فالمرض قسمان مرض حسي وهو المرض الجسمي اللي يسمونه العضوي هذا مرض عضوي ومرض معنوي هذا مرض القلوب في قلوبهم مرض أي شك وريب قلوبهم شاكة ومرتابة ومرض القلب ينقسم إلى قسمين مرض شبهة ومرض شهوة مرض الشبهة مثل النفاق هذا مرض شبهات والعياذ بالله وهذا أشد مرض شبهة نفاق شك ريب تردد في القلب هذا مرض شبهة وهو خطير جدا وأما مرض الشهوة هو مثل محبة الشهوات المحرمة محبة الشهوات المحرمة كمحبة الزناء والسرقة وشرب الخامر وهذا قد يصيب بعض المؤمنين قد يصيب بعض المؤمنين لكنهم يبادرون بعلاجه بالتوبة فإن لم يبادروا بعلاجه ربما يستفحل ويترقى إلى مرض الشبهة والعياذ بالله هذا مرض الشهوة محبة المعاصي والمخالفات التي توافق الهوى والنفس هذا مرض شهوة وذلك كما في قوله تعالى لنساء نبيه عليه الصلاة والسلام فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يعني محبة محبة للفتنة فالمرأة المؤمنة لا يظهر منها ما يطمع فيها أهل الشهوات وأهل الأمراض القلبية بل عليها الستر والحفاظ على الحجاب وتجنب أسباب الفتنة لألا يتعلق بها أصحاب القلوب المريضة المريضة بالشهوات في قلوبهم مرض وهذا المرض يشمل النوعين في قلوبهم مرض شهوة ومرض شبهة والعياذ بالله كلها في المنافقين كلها في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ضاعف الله عليهم هذا المرض حتى قتلهم وقضى عليهم لما لم يبادروا بالتوبة وعلاج هذا المرض تضاعف عليهم المرض حتى قتلهم قتلاً معنوياً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون لهم عذاب مؤلم في الآخرة لا يعلم شدة ألمه إلا الله سبحانه وتعالى بما كانوا أي بسبب الذي بسبب الذي أو بسبب كذبهم بما كانوا يكذبون ما وما دخلت عليه في تأويل مصدر فيكون التقدير هكذا ولهم عذاب أليم بكذبهم حيث إنهم ادعوا الإيمان وأعلنوا الدخول في الإسلام وهم بخلاف ذلك فهذا هو الكذب وهذا أقبح الكذب والعياذ بالله الكذب أن تخبر عن الشيء في غير الواقع هذا هو الكذب أن تخبر بالشيء على خلاف ما هو به في الواقع فهم أخبروا أنهم آمنوا آمنا بالله وباليوم الآخر هذا أخبار منهم لكنه خلاف الواقع هم في الحقيقة ما آمنوا بالله واليوم الآخر فصار هذا من أسوأ الكذب والعياذ بالله استحقوا به هذا الوعيد الشديد ولهم عذاب أليم بسبب هذا الكذب ثم بيّن سبحانه وتعالى صفاتهم حتى يعرفها المسلم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إذا قيل لهم لا تفسدوا هذا نهي إذا نهوا عن الإفساد في الأرض كيف الإفساد في الأرض؟ بالمعاصي لأن المعاصي إفساد في الأرض وأما الطاعات هذا أصلح لنا وللناس إننا نعيش مع هذا ومع هذا نعيش مع المؤمنين ونعيش مع الكفار هذا أصلح لنا من أننا نعادي الكفار ونقاتلهم ونقف في وجوههم كما يعمل المسلمون فالمسلمون في زعم هؤلاء ليسوا مصلحين فيه في إعلان إيمانهم وظاهرا وباطنا إنما الصلاح هو اللي تارة يكون كذا وتارة يكون كذا أينما الريح مالت مال حيث تميلوا هذا هو المصلح بزعمه ويريد أن يعيش مع الفريقين مع المؤمنين ومع الكفار ويعيش في حالة الرخاء وفي حالة الشدة على حد سوى هذا هو الإصلاح بزعمه وهذه المقالة يرددها منافق اليوم الذين إذا نهوا عن المعاصي وقيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالمخالفات الشرعية بجلب عادات الكفار وأعمال الكفار إلى بلاد المسلمين لا تتولوا الكفار لا تحب الكفار أبغضوهم ابتعدوا عنهم لا تسافروا إلى بلادهم للنزهة وتقطيع الوقت قالوا لا هذا إصلاح هذا إصلاح نعيش مع الفريقين ونجمع بين المتضادات هذا الإصلاح بزعمهم هذا هو الإصلاح بزعمهم وفهمهم المنكوس قالوا إنما نحن مصلحون قال الله جل وعلا ردا عليهم ألا إنهم هم المفسدون حصر الإفساد فيهم ألا إنهم هم المفسدون فحصر الإفساد فيهم ولكن لا يعلمون هذا من عمى بصيرتهم حيث اعتقدوا الفساد صلاحا واعتقدوا الصلاحا فسادا هذا لجهلهم المركب لجهلهم المركب فإن الجهل على قسمين جهل بسيط وهو عدم معرفة الحق عدم معرفة الحق هذا جهل والجهل المركب هذا أشد وهو أن يعرف أنه ما يعرف الحق لكن يدعي أنه يعرف فالجاهل هو الذي يجهل ويجهل أنه يجهل أو تقول الجاهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري هذه حالة المنافقين لا يدرون ولا يدرون أنهم لا يدرون بل يدعون أنهم علماء وأنهم أهل حذق وأهل سياسة وأهل تدبير هذا هو الجهل المركب والعياذ بالله الذي يدعي صاحبه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون إذا قيل لهم صيروا مثل هؤلاء آمنوا كما آمن الناس ظاهرا وباطنا واصدقوا مع الله ومع الناس اصدقوا قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء فيسمون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وصفوة الخلق يصفونهم بالسفه والسفه خفة العقل السفه خفة العقل فهؤلاء الصحابة بزعم المنافقين سفهاء أي عقولهم خفيفة وإدراكهم ضعيف ما يدركون الأمور ولذلك صرحوا بالإيمان ظاهرا وباطنا وجاهدوا وقاتلوا الكفار وأعلنوا بغضهم هذا يدل على قصور أفهامهم ولو كانوا عندهم عقول تامة لا تصالحوا مع الناس ومع البشر ولو كان يدخلون مع هؤلاء هذا هو العقل عندهم وهذه كلمة تردد إلى الآن أهل الشر وأهل الفسق وأهل النفاق يصفون أهل الاستقامة بالجهل وبقصور النظر وبالسفاهة وبالتأخر وبالرجعية إلى آخر الأوصار فلا يزال تاتجال هذه المقالة متوارثة عند هؤلاء قال الله جل وعلا أَذَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَةَ هذا رد عليهم فالسفيه في الحقيقة هو الذي رفض الحق وأخذ الباطل هذا هو السفيه ضعيف العقل ضعيف التفكير الذي أخذ الباطل وترك الحق هذا هو السفيه أما الذي أخذ الحق وترك الباطل فهذا هو العاقل المحنك هذا حكم الله سبحانه وتعالى بين الفريقين أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا ولكن لا يعلمون لا يعلمون أنهم هم السُّفَهَا بل يظنون أن المؤمنين هم السُّفَهَا نسأل الله العافية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين